اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كي توصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك والتفعيل الجرس نجم المنتخب المغربي للصالة لا نخشى البرازيل جدد سوفيان المسترر نجم المنتخب المغربي للصالة وعوده للجماهير بالذهب بعيدا في المونديال بعد الإطاحة بمنتخب إيران وتأهل منتخب المغرب لكرة الصلاة إلى ربع نيهاء كأس العالم 2024 المقام حاليا في أوزباكستان بعد فوزه يوم أمس الخميس على نظره الإيران بنتجة أربعة لثلاثة وحسم المنتخب المغربي تأهله لربع نيهاء كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها ليدرب موعدا ناريا مع البرازيل وقال المسترر لقناة الرياضية بعد أن هزمنا إيران فقد قهرنا الضغوطات التي رفقتنا مؤخرا لذلك نحن حاليا في وضع ذهني أفضل لا ترهبنا مباراة البرازيل رغم قوة المنافس وسنواجهه ند للند دون رهبة ولا خوف ونعاول على دعم أنصارنا لنواصل مغامرتنا في كأس العالم ومن جهته قال نجم مباراة المغرب لدى إيران سوفيان شعراوي لقد أظهرنا معدن اللاعب المغربي الذي يكبر عند المواعد الكبرى وعند الشدائد الفوز على إيران لم يكن سهلا سعيد جدا بهذا التأهل ونعيد بالصمود ولمال الفوز على منتخب البرازيل في ربع نيهائي كأس العالم ولد رقراجي يفاجئ المغاربة رسميا بقراره النهائي عن استداء حكم زياش إلى المنتخب المغربي يستعد المدير الفني للمنتخب المغربي ولد رقراجي للإهلان عن القائمة النهائية لخوض معسكر تدريبي مغلق بمركز محمد السادس في الرباط في السابع من أكتوبر المقبل إن شاء الله استعداد لمباراة أفريقي الوسطى على الملعب الشرفي في مدينة وجداء ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 وذكر موقع المغرب سبورت أن الناخب الوطني وليد رقراجي لن يتخلى عن لاعب الدولي المغربي حكم زياش لاعب غلط الصرير التركي مهما حدث لأنه يعتبره واحدا من أهم اللاعبين في تشكيلة أسود الأطلس وكذدات المصدر أن وليد رقراجي مدرب المنتخب المغربي سيوجه الدعوة لللاعب حكم زياش من أجل الحضور للتربص المقبل الذي سيجري في أكتوبر استعداد لمواجهتي إفريقيا الوسطى بوجداء وفي الأسبوعين الماضيين كانت تكهنات من الجماهير بشأن استبعاد حكم زياش بسبب تدوينة له على حسابه بالانستغرام انتقد فيها الحكومة المغربية بشكل خلق جدلا كبيرا لكن مصادر من الجامعة أكدت أن داك بأن اللاعب لن يتم عقابها مشيرة إلى أنه قد يكون أخطأ في انتقاء الكلمات التي عبر فيها عن رأيها وهو ما دفعه فيما بعد لسحب تدوينته التي كان قد نشرها ويعاني حكم زياش من إصابة حرمته من التواجد في مباراة فريقه قلت صري التركي بالدورية إلا أن اللاعب بدأ في التعافي ويقترب من العودة من جديد لفريقها الأمر الذي قد يفتح له باب التواجد مع المنتخب الوطني المغربي في المعسكر القادم إن شاء الله أروخ لاعب البرازيل الفصال المغرب منتخب من الصعب هزمه ومباراتنا أمامه لن تكون سهلة اعترف مارلون أروخ لاعب منتخب البرازيل لكرة القدم داخل القاعة بقوة المنتخب المغربية وذلك قبل مواجهته برسم ربع نهائي كأس العالم أزباكستانة 2024 وقال أروخ في تصرح للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم لقد قدم المغرب أداء رائعا لعبنا ضدهم عدة مبارية ودية وخسرنا أمامهم إنه فريق من الصعب هزيمته حقا لقد تغلبوا على منتخب إسبانيا في مباراة ودية لهم ومستواهم تطور بشكل كبير بالنسبة لي فهم يخوضون معركة من أجل اللقب إنهم يلعبون الكرة بسرعة وهم جيدون جدا في الهجمات المرتدة أعتقد أن جميع لعبهم يتمتعون بجودة فرضية رائعة وأضف لعب البرازيل إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية معنا وستكون مباراتنا معهم صعبة حقا ولكن لدينا أيضا كل ما يلزم لإنجاز المهمة وتبع أعتقد أننا مستعدون بشكل جيد للفوز بكأس العالم هناك الكثير من العقبات في طريقنا ولكن أعتقد أن استعدادتنا للمونديال كانت أفضل بكثير من النسخة الأخيرة كل شيء كان مثاليا يشار إلى أن المنتخب المغربي سيواجه نظره البرازيلية يوم الأحد المقبل إن شاء الله انتلق من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال بتوقيت المملكة المغربية توقيف لعداد توقيت المباراة وأحداث أخرى ظروف عاشها الأصود وتغلب عليها بانتصارهم على إيران عاش المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل الصالة أحداث عديدة ومروا على مطبات منها المنتظر والمفتعل بيد أنهم تمكنوا من اجتيازها عبر إسقاط منتخب إيران والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للفتصل البداية كانت بقوة تدخلات لعب المنتخب الإيراني دون أن تجد عقابا صارما من حكم المباراة بالموازات مع سرعة معاقبة العناصر الوطنية واتخاذ الإجراءات التأذيبية في حقهم وغير الأخطاء توقف عداد توقيت المباراة في الشوط الثاني عندما كان المنتخب المغربي متحمل لضغط إيران وبحته عن التعديل وقد نبه الجماهير المنتخب المغربي المدرب هشامد كيك بالوضع ما جعله يحتج بقوة على الحكام مطالبا بالتفسير خاصة وأن اللاعب استمر لفترة والعداد كان متوقفا في وقت كانت فيه الكرة لمنتخب إيران الذي كان يضغط بقوة وبعد إشار بطاقة صفراء في وجه دكيك تم الطمأنة المدرب من قبيل الحكام المراقبين الذين أكدوا استمرار عدادهم الخاص بالعمل عكس المعروض على الشاشة التي تم إطفاؤها لإنهاء الجدل وإلى جنب التوقيت جرى احتساب ركلة جزائي لمنتخب إيران في أخير أنفس المباراة ما جعل المغرب على شفى حفرة من التعادل بيد أن القائم تدخل ومنح الأصود بطاقة التأهل إلى الدور القادم من المونديل في مباراة كانت صعبة على لاعب المنتخب المغربي والمدرب هشامد كيك وعلى الجماهير المغربية وسيواجه بذلك المنتخب المغربي في الدورة الربعي النهائية منتخب البرازيل الذي كان قد التقى معه في ربع نهائي كأس العالم أيضا في لتوانيا سنة 2021 وهي فرصة لأصد الفوصل للتأريم من هزيمتهم آنذاك من المنتخب البرازيلي هذه أبرز العنوين نجم المنتخب المغربي للصالة لا نخشى البرازيل ولد راقراج يفاجئ المغرب رسميا بقراره النهائي عن استداء حكم زياش إلى المنتخب المغربي أروخ لاعب البرازيلي الفوصل المغرب منتخب من الصعب هزمه ومباراة أمامه لن تكون سهلة اشتركوا في القناة